الحمد لله حتى لو فيه حاجة مثلا بتملك نفسي حتى نبقى لوحدة لوحدة بقى قريب مني جدا مثلا باتكلم معاه ومفيش حاجة صراحة خبيت على مراتك حاجة قبل كده؟ بص انا مع امراتي احنا اصحاب يعني اي حاجة بقولها لها بص انا مثلا فيه مثلا حاجة بقى كده خبيت عليها حاجة وسترجعت قد قلت يعني برجع قلها بعد فترة بقى فترة بتكون حاجة تناسب قسيت؟ لا اصلي حاجة عادية مش حاجة يعني مش حاجة ليه مثلا حاجة كبيرة حاجة عادية مثلا ممكن انا انا كده كده كل حاجة انا و هي بنتكلم مع بعض في كل حاجة احنا اصحاب مش اتلو اي زوج و زوجة وماشيين الحاجة كده لا احنا اصحاب بنتكلم في كل حاجة بنيحي في كل حاجة وعم سعدان فيها يعني محافظة علي وعالبيت وعالبيت وعاليونس وربنا يخلىها لعني بصراحة اتعى صفات رف حياتك اتعى صفات رف حياتي اتعى صفات رف حياتك لا انا فيش اتعى صفات رف حياتك والله الحمدلله يكون لها كويسة حاجة كلها كويسة انت ماشاء الله كابتان عاجبني اوي رضاك بصراحة مالحمدلله اصدقائك ممكن انا عيسى في وقت معين الحمدلله اكيد في ناس احسن مني وكده انا احسن من الناس كده ما ده طبيعي في الدنيا يعني طبيعي ابتلاءات وحاجات الواحد يرضى بيها ويحمد ربنا عليها عشان تعد انت لو عشت مغير ابتلاءات ومغير فترات ضغوط شخصيتك مش تتكون انت مثلا اي ضغط تتعرضي له مش هتعامل معك وحاس اي موقف حرج او صعب لازم تتعلم طبعا عشان كابا اسألك ايه فترة الضغوطات في حياتك حاجة عادية انا كنتش بالعب اعدت فترة مالعبش في الجونة انا روحت ست شهور تاني سنة كان معنا مدرب جاي اسمه وابدرو كان ماسك مساعد مانو الجزيه في الاهلي كان ماسك اسماعي فاجمسك فهو جاي فترة مكنتش بالعب فطبيعه مدرب جاي هلاع من الناس اللي بتهلع والفرعة كانت ماشية بشكل مش كويس يعني فانا بتمرن وابداسح عن نفسي كاي كاي فرصة دي لأ حصل موقف حصل حاجة يعني زعلتنا جدا وخليتنا روحت اتكلمت معي انت انا ليه مبالعبش هانيه معملش كده مع ان انا مش كده مبروحش اتكلم مع حد اقوله هلعب انا بالعبش كاي كاي اللي بتاعربنا ليه نصيب ان انا هلعب هلعب ماليش مش هلا فانا كنت شايف ان انا بتمرن صح واباعمل كل حاجة صح هو الا انت بتمرنش صح ما بتعملش حاجة صح فأثر عليك نفسيا ما أثرش لا قلت له حاضر اهتمام اللي حضراتك شايفه انت برضو مدير فني اتمرنت بعدها فترة اتمرنت وعملت اللي هو عايزه ولعبت انا ما عملش اللي هو عايزه انا اتمرنت زي ما انا قلت بتمرن بس هو فكريته بقى ايه ما عرفش هو كاتوجة نظر وعنده حاجة مختلفة او حاجة غال انا يعني انا شايف نفسي الفترة ايه انا ما عملتش حاجة مختلفة انا قلت بتمرن زي ما اتمرنت اتمرنت ولعبت انا عدت مثلا اه الدور الاول كلهم اللي عدتش غير 4 مطشات الـ 24 دول عبتهم مع كابتور رضا شحات كان مسكنا مدرب اسمه نيبوشا قعدت اول 7 مطشات بعد كده مشي كابتور رضا كان مدرب مساعد مسك لعبت معاه بعد كده جي بدرو قعدت لحد مثلا الدور الاول كلهم اللعبتش لعبت بقى الدور التاني كله ففترة الدور الاول دي بالنسبانك كانت فترة اه صح اشتركوا في القناة